مرحبا بكم وتتبعينا في حلقة جديدة من برنامج زوم سبور ضيفة حلقتنا اليوم مدربة وبطلة بطنية تقلقت في رياضة الكيك بوكسينج خرجت احدى الجمعيات الرياضية المعروفة بمدينة اقادير اللي هي جمعية جبهرة سوس في هذه الحلقة سنحاول نتعرف عليها ونتقرب من مصارها الرياضي فنرحب بالبطلة دينا امينا بوتاح مرحبا بك امينا شرف لينا انك تكون حضرة معنا اليوم شرف ليلي انا قربيني شوية منك وقلت شكون هي امينا بوتاح امينا بوتاح هي بطلة بعدها اولا سلام عليكم ومرحبا بي عندكم وشكرا على الاستضافة ديالي عندكم انا امينا بوتاح بطلة المغرية في الكيكو بوكسين والسومي كونتاك في الفين وستاش في مدينة فاس حكمة وطنية ممتلة سوس وصحرة على الصعيد الوطني الحمد لله درنا بصمنا بيدينا بكيكي قولو بعشرات السبعان في المغرب كامل المعطرف بيه وطنيا في تحكيم رئيسة جمعيات بوتاح الجيم في تماعيت اللي هو لاصال اللي اتشي واحد متجر يدير لاصال دياله في تماعيت تحدينا البداية المسيرة الرياضية ديال كيفش كانت كيفش تدخلتي المجال الرياضي خصا رياضة الكيك بوكسينج وعليش بالضبط هذا الرياض ومشي رياضة اخرى هي اميول ديالي سبحان الله الواليد ديالي عنده الدوزيان ضم في الكاراتي في الخمسة وثمانين نهار بغيت تسترسيت حسيت براسي ما هوش في بدايتي في القرية ديالي قلت باللاتين نمشي للسبور مشيت لتيكيوين بحكم انا من بنتيكيوين اذا مشيت لواحد لا صالب الاستاذ اللي عمر هذا كان وجهد ليه من هنا يا الشكر السيمبارك رور اللي هو كان في تيكيوين شوية طلع الايتملول كان دي بلاسا من تيكيوين الايتملول عاوني بيديه عانا معي شويات نزد العصبته معانا ومعانا نذكروا منهم السيد الخويضر جزاه الله خير الحاج اللي هو تاج على رأسنا هو اللي عاون نفسوس الحمدلله وصلت لهذه المرتبة شنو نقول لك رئيسة جمعية بتحجيم تماعيت اللي كان قوله تماعيت اللي هي صعيب تدير فيها لاصال كيف تدخلت الرياضة والشجاع الاب ديالك؟ هو اللي شجعك؟ هو دومين أخوتي العائلة كاملة سبورتي غي هو الميول ديالك كل واحد وفش وما خصوص بزافة عندي الواليد والخوادري كبير في الكاراطي عندي واحد في البوكس أنا الميول ديالي حكم بنتي وسط الدراري عجبني ذاك الأستاذ المسكين كي يعطي بديك طريقة الحيصة قلت والله تعمشين تريني عنده مشات تحول من تكي وين أي تمللت بعته عانيت في الشتاء في الليل أخدا بيدياتها الحمدلله وصلت لهذه المرتبة شنو ما البطولات اللي شركت فيهم؟ وشكي اقتصر فقط على المغرب ولا كين بطولات خارج الوضع؟ لا بطولات المغرب كامل الحمدلله هالبطولات المغرب كامل إذن اتباعوا الرياضات يوجد منثل رياضات الكيك بوكس، سومي كونتاك لايت كونتاك طايبوكس صعبات ياجد المغرب عرفين نعرفين للمغرب الرياضات الكيك بوكسين؟ أعطينها تعريف الكيك بوكس هي مزيج في الملاكه وكم أقول تتخدم الرياضات الكيك بوكسين ومسكت لاحظة ما هي المقاومات التي تطلب هذه الرياضة؟ بعض الإرادة وعض الصبر لكي تصل إلى ما ينشهدوا ومن يكونوا تزيد القدام يعني الحمد لله عنينا من الصعوبات التي عشت في هذه الرياضة كجميع المجالات ما هي الألقاب التي حصلت إليها في البطولات؟ بطلت المغرية في 2016 في السومي كونتاك فاس ودوزيان بطلت المغرية في السابط وهي صعيبة ملاكة من الفرنسية التي تتخدم بالصباط ما هي انتصارات؟ وعندي انتصارات طيب بوكسينته وكيك بوكسين يعني كينين الحمد لله بصمنا في جميع هذه الرياضات اللي هما فتحت لواء الجامعة الملكية اللي تكيترأسها سي عبد الكريم الهلالي ورئيس المؤسس سيد ريس الهلالي اللي كان شكره من هذا المنظر في التقديم الهلالي كانت حكمة وطنياً لماذا ترى أنك تعطي الابتصاف خذتي الوقت كلاعبة أو كرياضية في الكيك بوكسين وتنتقلت الحكمة؟ أو كانت غير؟ لا، من الشروط الهلالي ستحبس ستتبع في التحكيم والتدريب لا تريد أن تكمل في هذا الهلالي لن تكمل في التحكيم وهو صعيب ويجب أن تكون راجل كيف يقولون؟ كيف تلقيت التكمين؟ الحمد لله من السوس والوال عاوني الناس من السوس الله يخلف عليه مقتحين جزاه الله خير من هذه المناسبة نقول الله يشافيه حيث كنا مش هنا الواحد التدريب نفس الصعوبات التي تتوجهها في هذا الضمان؟ نفس الصعوبات التي تعيشها في المغربية في الجميع ليس غير المغربية العالمية في جميع المجالات مثل حقرة تهميش واحد شوية هو بصفة عامة المغربية ليس غير رجل يعني ستتعرض لجميع الأمور والحمد لله والحمد لله بصمنا بيدينا بجوج في المغرب كامل ومعترف بنا الحمد لله وباقي هذي غيب بداية أنت تكلموا عن البرامج المستقبلية لك تحضيراتك الحمد لله ونشيط وباقي المنطقة التي تتوجه فيها الاصال وهي لدينا نظرة ما نشت درست المكان بل أن الناس مساكن درري صغير لأنه ليس لديهم ليس لديهم حديقة صغيرة التي سيقوم بعمل ومن نظرة دري صغيرة وين سيقوم بيدينا؟ كي إلقى هاوي المخضرات بجميع أنواعها ما يعني ذلك؟ يعني الدري سيحر وهذا السبب الذي يجب أن تأتيك شكرا أنك تدري واحد العصال في واحد المنطقة التي يمكن أن تقوله مهم ماشا وصعيبة تدري فيها العصال والحمد لله درت العصال ديالي سيحر إن شاء الله سنطلع أبطال من المنطقة التي ليست غواط جهويا أو وطنيا إن شاء الله في العالم هل تحضر لك المستقبل اليوم؟ وطموحاتك في مجال التحكيم؟ طموحاتي إن شاء الله نكون كحكمة دولية إن شاء الله هذا الشيء يبغي الخدمة الخدمة سيكون درجة درجة إما باش تمشي ديرك تلت وصل دغية ما يمكنش حيث اللي كي حنقز الدرج سيطح ويطح بشوية درجة درجة تكتوصل إن شاء الله بإذن الله سأعطيك ثلاث الأسماء وسأعطيني سأعطيني الرأي ديالك في كلمة بدر هاري هو إنسان اللي هز بالرايض المغرب خارج التراب الوطني متخصص في رياضة الكيكبوكسين والكايوان بالخصوص الكايوان مصطفى الخصم مصطفى الخصم إنسان اللي تهوى في المستوى هز الرياضة في المغرب ما شاء الله عليه هو في خارج المغرب درجة الهلالي هذا الأب ديناد كاملين جزاه الله خير هو من مؤسسين هذا الرياضة في المغرب اللي عانه واخوه السيا عبد الكريم الهلالي اللي ما شاء الله عليهم كي يخدموا في الخفاء باش هزوا بهذا الرياضة إذن نتمنى لك حد موفق في مسيرتك الرياضية وإن شاء الله نشوفك لما لا هزارية البلاد في أكبر تجمع عالمي في رياضة الكيكبوكسين ككلمة أخيرة كلمة أخيرة للناس والوليدات والوليدات والخصوص العائلة والأم والأب كنفضل وليداتكم عوض خرجهم الزنقاء خرجهم ديهم النوادي الرياضية حيث كتعاون في التربية حيث ترى في هذا المجتمع صعيب في هذا المحيط وهذا الوقيته تدريب الأسبور كنقل عقال كتحيدوا من هذا المجال الحمد لله كانوا عندنا ناس اللي دون المستوى اللي ولوا في المستوى ما شاء الله عليهم نتمنى من هذا المنبر من الأسر وخصوصا الأم هي اللي تكون اللي كتب صنف عند ولدها هي الدافع الأسماء تدري ولدهم السبور إذن شكرا لك وكنتمنى وليك حد موفق في مسيرك الرياضية إذن مشاهدين الكرام على أمل لقائي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة